بسم الله الرحمن الرحيم أحمد عزت بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أرحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحدون ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهم والأرض ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصريفه وقهره فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وانظر قوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وانظر غير ذلك من الآيات إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كان يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له ويدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى له دعوة الحق والذين أدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستعانة كلها بالله وجميع أنواع العبادات كلها لله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشتكون وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرة أو جنية لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشتكون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار والجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إن الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن جهار الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله إذا عرفت ما أقول لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم والذي لا يقدر الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله وعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحتج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق به ما كانوا به يستهزئون إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجر الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين كما قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا قال بعض المفسرين هذه الآية عام في كل حدة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة وأنا أذكر لك شيئا مما ذكره الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمنعق لها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم دين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله هذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله ولا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وأما الجواب المفصل فإن أعبار الله له معترابات كثيرة يصدون بها الناس منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فضمن عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أراد الجاهة والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فإن قال هؤلاء الآيات نزلنا في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقرأ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نغين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر قوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فقل له عرفت أن الله كفر من قصب الأصنان وكفر أيضا من قصب الصالحين وقاتلهم رسول الله فإن قال الكفر يريدون منهم وأنا أشهد أن الله النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله بشفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وقرأ عليه قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عنده إذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منه فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا لالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له إن أقررت أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها بقولك قال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة؟ فلابد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيرا هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو دني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول نعم وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كان يعبدون الملائكة والصالحين واللاك وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مكرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهو ظاهر جدا فإن قال أتمكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا أمكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته لكن الشفاعة كلها لله كما قال الله تعالى قل لله قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال جل جلاله وَلَا يَشْفَعُونَ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فالجواب رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاة إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحرين الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرأ من الشرك وأنت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن وإن قال هو قصب خشبه أو حجر أو بنية أو غيرها يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله ويدفع عنا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناية التي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام ويقال له أيضا قولك الشرك وعبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا فهذا يربه ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل وما الشرك بالله فسره لي فإن قاله عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي وإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي فإن فسرها بما يبينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسر ذلك بغير معناه بيّنت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثام وهو الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا لاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أوثانا مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأنتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله وإذا غشيهم موج كالضلال داعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أينما يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة ويدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجورة من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهول مما يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا أقولا وأخفوا شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبه يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصخ سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصون فكيف تجعلوننا مثل أولئك من فضلك تابع بقية المال نواصل القراءة نواصل القراءة في اختلاف شرك الأولين عن شرك أهل زماننا الجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم وإن الله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنين عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل ذمه وماله كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق الآية فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حق زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحسى في كتابه الذي أرسل إلينا ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به رسول وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إن الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ورى الصلاة فكيف بمن رفع يوسف أو شمسان أو صحابية أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقال أيضا إن الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأنفالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكثرون المسلمين أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكثر ويقال أيضا بدوا بن عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بن العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ذكروا أنواع كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من يفعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقال قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما ثمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحدون ويوحدون وكذلك الذين قال فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم هم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وحكى قوله نافي من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلاها ولكن للمشركين شبهة أخرى يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا والجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بني إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخر في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال فيقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهؤلاء الجهلة يقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفرواء وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه ولكن أعداء الإسلام ما فهموا معنى الأحاديث فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينه ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنا وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وكان الرجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في الموقف يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركة هو الجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبر الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له أدعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته وأما بعد موته فحاشى وكلّا أنهم يسألون ذلك بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء قال ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا فقالوا فلو كانت الاستغاثة شركة لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله فيه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره الله أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجة فيعرض عليها يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلم فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو يقولون غير ذلك من الأعذار ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو أشر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألثنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراه وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراه لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة الآية فلم يعذر الله من هؤلاء من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه عزيز المستمع لعل هنا تصحيفا ربما كانت العبارة فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان والله أعلم وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مداراتا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزحي أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره والآية المشهورة تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستفن الله إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والعمل وأما عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم تفسير سورة الفاتحة وهي رسالة كتبها وهو في العيينة بطلب الأمير الشاب عبد العزيز ابن محمد ابن سعود وأرسلها إليه في الدرعية قال بسم الله الرحمن الرحيم يعلم أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله فيها فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه ويدل على ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته والسهو عما يجب فيها والسهو عن حضور القلب ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس وبإضاعة الأركان بذكره النقر وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل انتهى الحديث فإذا تأمل الإنسان هذا وعلم أنها نفان نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل فأنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك فإنما نطق به اللسان ولم يعتقده القلب ليس بعمل صالح كما قال تعانى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وابدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا لحضور القلب فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقولها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله لا بحولي ولا بقوتي بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا فإذا أحضرت في قلبك أن دخولك في القراءة مستعينا بالله متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وترضي الموانئ من كل خير الرحمن الرحيم إثمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعليم قال ابن عباس هما إثمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة وأما الفاتحة فهي سبع آيات ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد فأولها الحمد لله رب العالمين فأعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال فذلك من نوع الشكر وقوله على الجميل الاختياري الذي بفعل الإنسان بإرادته وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحة لا حمدة والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدحة والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحمد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان مشكور فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه لا يكون على المحاسن والإحسان فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنة وما خلقه من الآخرة والأولى ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولد الآية وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وقال غير ذلك في الآيات وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان ولهذا قال الله تعالى يعمل آل داود شكرا والحمد إنما يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه والألف والأم في قوله الحمد للاستغراق أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما نثني به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك فهذا كله لله أيضا بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه أو غير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار وأما قوله لله رب العالمين فالله علم على ربنا تبارك وتعالى ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الآية وأما الرب فمعناه المالك المتصرف وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى فكل ما سواه من ملك ونبي وإنس وجن وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه فقير محتاج إليه كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد وذكر بعد مالك يوم الدين وفي قراءة مالك يوم الدين وهذا في أول السورة التي هي أول مصحف الألوهية والربوبية والملك كما ذكره في آخر سورة في المصحف قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن ثم ذكرها مجموعة في آخر ما يطرق سمعك من القرآن فينبغي لمن مصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينها في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى كما يقال محمد رسول الله وأخاتم النبيين وأسيد ولد آدم فكل وصف له معنى غير معنى الآخر من فضلك تابع بقية المات في الشبهات المتضمن لتفسير سورة الفاتحة فإذا عرفت أن معنى الله هو الإله وعرفت أن الإله هو المعبود ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه هو الله وإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله فمن عرف أنه جعل شمسان أو تاج برهة من عمره هو الله عرف ما عرفت بن إسرائيل لما عبدوا العجل فلما تبين له مرتاع وقالوا كما ذكر الله عنهم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وأما الرب فمعناه المالك المتصرف فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه وهذا حق ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله فيهم في القرآن في غير موضع كقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله أفلا تتقون فمن دع الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دع مخلوقا في ذلك خصوصا إن قرن بدعائه المخلوق نسبة نفسه إلى عبوديته مثل قوله في دعائه فلان عبدك أو قول عبد علي أو عبد النبي أو عبد الزبير قد أقر له بالربوبية في دعائه علي أو الزبير بدعاء الله تبارك وتعالى وأقر له بالعبودية ليأتي له بخير أو يصرف عنه شرا مع تسميته نفسه عبدا له قد أقر له بالربوبية ولم يقر بأنه رب العالمين كلهم بل جحد بعض ربوبيته فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسئل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا هذه السورة بهذا أم لا وأما الملك فيأتي الكلام عليه وذلك أن قوله مالك وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره عرف تخصيصه بهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها فيالها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقها فأين هذا المعنى والإيمان بما جاء به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من قول صاحب البردة ولن يضيق ولن يضيق أرسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذنم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فليتأمل النصح لنفسه هذه الأبيات ومعناها ومن فتن بها من العباد ومما يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن هل يجتمعوا في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا والأمر يومئذ لله وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق والله ما استوي ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام وعرف أن العداوة لنا واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال بل هم الذين بدؤون بالتكفير والقتال بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الآية فهذه بعض المعاني من قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم وقد فسره الله سبحانه في سورة إذا السماء فطرت كما قدمت لك فعلا أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل وبضدها تتميز الأشياء فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر لعلك أن تعرف ملة إبراهيم ودين نبيك محمد فتحشر معهما ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما ولعلك أن تمر على الصراط المستقيم يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة كمال الخضوع وكمال المحبة والخوف والذل وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين فالأول التبري من الشرك والثاني التبري من الحول والقوة فقوله إياك نعبد إياك نوحد ومعناه أنك تعهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما كما قال تعالى للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فتأمل هذه الآية وأعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان فإذا كان الصحابة لو فعلوها مع الرسل لكفروا بعد إسلامهم فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله وقوله وإياك نستعين هذا فيه أمرا أحدهما سؤال الله الإعانة وهو التوكل والتبري من الحول والقوة وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ويهديك صراطا مستقيما والهداية هنا الإرشاد والتوفيق وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة فإن الهداية إلى ذلك فتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات إلى أن يلقى الله والصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا عواج فيه والمراد بذلك الدين الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صراطا الذين أنعمت عليهم وهم رسول الله وأصحابه فأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم وعليك من الفرائض أن تصدق الله في أنه هو المستقيم وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج وهذه أول واجبات هذه الآية وهو اعتقادك ذلك بالقلب وليحذر المؤمن من خدع الشيطان وهو اعتقاد ذلك مجملة وتركه مفصلة فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن من خالفه على الباطل فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم يكونون كما قال الله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم والضالون العاملون بلا علم فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعود من طريق أهل هذه الصفات فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله هذا آخر الفاتحة وأما قوله آمين فليست من الفاتحة ولكنها تأمين على الدعاء ومعناها اللهم استجب فالواجب تعليم الجاهل لأن لا يظن أنها من كلام الله والله أعلم تمت ولله الحمد وقال أيضا رحبه الله في مسائل ذكرها على سورة الفاتحة الأولى إياك نعبد وإياك نستعين فيها التوحيد الثانية اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة الثالثة أركان الدين الحب والرجاء والخوف فالحب في الأولى وهي الحمد لله رب العالمين والرجاء في الثانية وهي الرحمن الرحيم والخوف في الثالثة وهي مالك يوم الدين الرابعة هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى أعني استغراق الحمد لله واستغراق ربوبية العالمين الخامسة أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين السابسة في ذكر المنعم عليهم ظهور الكرم والحمد السابعة ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين الثامنة دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب دعاء من قلب غافل التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم فيه حجة الإجماع العاشرة ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه الحادية عشرة ما فيها من النص على التوكل الثانية عشرة ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك الثالثة عشرة التنبيه على بطلان البدع الرابعة عشرة آيات الفاتحة كل آية لو يفهمها الإنسان كان فقيها وكل آية أفرد معناها بالتصنيف إلى هنا ينتهي كتاب كشف الشبهات للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية هذه رسالة أرسلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل العيينة يبطل فيها ما موها به في أحد كتب بعض المشايخ إليهم قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم روى مسلم في صحيحه عن عمر بن عبثة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان قال فسمعت برجل في مكة يخبر أخبار فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت وما أنت فقال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت بأي شيء أرسلك فقال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأي وحد الله لا يشرك به شيء فقلت ومن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقلت إني متبعك فقال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك فقدمت المدينة فقلت يا رسول الله أتعرفني قال أنت الذي لقيتني بمكة فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى تغتفى فإنها تطلع حين تطلع بين قرن شيطان وهي حينئذ يسجد لها الكفار وصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار وذكر الحديث قال أبو العباس رحمه الله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلع الشمس ووقت الغرب بأنها تطلع وتغرب بين قرن شيطان وإنه حينئذ يسجد لها الكفار ومعلوم أن المؤمنة لا يقصد السجود إلا لله وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغربها بين قرن شيطان ولا أن الكفار يسجدون لها ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة مشابهة ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على جانبه الأيمن ولم يصمد إليه صمدا ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله انتهى كلامه فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر فإن الله سبحانه يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة فيقيس حاله بحالهم وقصص الكفار والمنافقين لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهل لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم بالدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب رحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير وهذا فسر به قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي أفهمهم فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم مما في قلوبهم من عدم الحرص على الدين فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على التعلم وإذا كان هذا الجاهل يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسه فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال بأي شيء أرسلك قال بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف فتأمل زبدة الرسالة وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبير غريب ولأجل هذا قال من معك على هذا قال حر وعبد فأجابه أن جميع العلماء والملوك والعام مخالفون له ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون أقل القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض ولله ذر الفضيل بن عياض رحمه الله حيث يقول لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين وأحسن منه قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وفي الصحيحين إن بعث النار من كل ألف نسمة تسعة وتسعون وتسعمائة وفي الجنة واحد من كل ألف ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن نبوءة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيأخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين قال الترمذي حسنا صحيح فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية فما بال القرون الأولى وانزاحت عنه الحجة الفرعونية فما بال القرون الأولى والحجة القرشية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل لغير الله به وظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما للحم وقلنا عليه باسم الله فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لا حر وإن قال فيه باسم الله كما يفعله طائفة من منافق هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا ما يفعل من الذبح للجن انتهى كلام الشيخ وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين فانظر رحمك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافقة يصير مرتدا بذلك وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين وقال أيضا في الكتاب المذكور وكانت الطواغيط الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة اللات والعزة ومنا وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب فكانت اللات لأهل الطائف وذكروا أنه في الأصل كان رجلا صالحا يلد السويق للحاج فلما مات عكف على قبره وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات وكانت حذوى قديد من ناحية الساحل ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذنه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وأغيره من العلماء ولما كان لأهل الشرك شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط قال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال الله أكبر إنها الثنان لتركبن ثنان من كان قبلكم فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه إلى أن قال فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل مسجد يقال له مسجد الكف الذي فيه تمثال كف يقال إنه كف وعلي بن أبي طالب حتى هدم الله ذلك الوثن وهذه الأمكنة الكثيرة موجودة في أكثر البلاد ثم ذكر كلاما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور فقال العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك وذكر ذلك الشافعي وغيره وكذلك الآئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة وقد قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقال أضلوا كثيرا ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم فالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسة وقال في نفسه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فسد الذريعة لألا يصلى في هذه الساعة وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا إياه لألا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة عندها وكل الأمرين قد وقع فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وصنف فيه بعض المشركين كتابا على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت ابن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى الكتاب كما قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية ومثل أبي معشر وهو من المشهورين المصنفين وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى وتأمل ما ذكره أيضا عن اللات والعزة ومناه وجعله بعينه هذا الذي يفعل بدمشق وغيرها وتأمل قوله على حديث ذات أنواط هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه فهل الزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم قال رحمه الله أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارا وفاسقا أخرى انتهى كلامه وهذه الصفة كلامه في المسألة في كل موضع وقعنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال إن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو أصيان وصرح رضي الله عنه أيضا في غير المسائل الظاهرة فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرا قال وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها لكن يصدر هذا منهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من فضلك تابع بقية المادة نواصل القراءة في المادة الإضافية من كتاب سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونتابع كلامه على تعليق شيخ الإسلام بن تيمية على موضوع تكفير المعين يقول رحمه الله فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرا قال وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها لكن يصدر هذا منهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل إيجابه للصلوات الخمس وتعظيم شأنها ومثل تحريم الفواحش والذنى والخمر والميسر ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين وأبلغوا من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي يعني الفخر الرازي وهذه ردة صريحة فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو يغلط أو أجل منه في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحد أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله ولو غلط من غلط فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون فما بال القرون الأولى أو حجة قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم قال فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم الآية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخانير خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر الصحابة وقصتهم معروفة عند العلماء وكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح ونحوه فكل من غلى في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثلا يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا يجعل معه إله آخر والذين يدعون مع الله إلها آخر مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله رسوله ينهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عباده ولا دعاء استغاثه وقال تعالى قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزير والملائكة ثم ذكر رحمه الله آيات ثم قال عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهي أصل التوحيد الذي بعث به الرسل وأنزل الكتب قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله ودتنب الطاغوت وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندة ما شاء الله وحده ونهى عن الحلف بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما فعلوا وقال اللهم لا تجعل قبر وثن يعبد وقال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء مسجد على القبور ولا الصلاة عندها وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق بيت الله كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكما قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه فأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة والإله هو الذي يأله القلب عبادة له واستغاثة له ورجاء له وخشية وإجلاله انتهى كلامه فتأمل أول الكلام وآخرة في من دعى نبيا أو وليا مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هل يكون هذا إلا في المعين والله المستعان وتأمل كلامه في اللات والعزة ومناه وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل في باب التوبة وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله مدة يحبه كما يحب الله بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبتهم لله ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا جهرة وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهذا حال من اتخذ من دونه وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى وما أعز من تخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وأسلافهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد أنكر الله ذلك عليهم في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له سبحانه ثم ذكر الشيخ رحمه الله فصلا طويلا في تقرير هذا الشرك الأكبر ولكن تأمل قوله وما أعز من تخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره تبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحدون وزعم أن كلام الشيخ في هذا الفصل أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر على الآية التي في سورة سبع قل ادعوا الذين ذعمتم من دون الله لا يملكون مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وتكلم عليها ثم قال والقرآن مملوء من أمثالها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقب وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة العروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية فتنتقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة الأهواء والبدعة ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله وقصده ثم قال الشيخ رحمه الله بعدما ذكر الشرك الأكبر والأصغر ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم ومن أنواعه النذر لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وإضافة نعمه لغيره ومن أنواعه طلب الحوائد من الموت والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء فجاء هذا المشرك بسبب تنقص وإنها وإن تنقص لهم أعلمه وإنما السبب لأولياء الموحنين بذنهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم آمروهم به وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم ولله ذر خليله إبراهيم حيث يقول وَجِنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وما نجى من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله انتهى كلامه والمراد من هذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة إن دعاء الموتى والنظر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحوه فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجى من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره فتأمل إن الإسلام لا يصح إلا بمعادة أهل الشرك فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يحعله وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر فإذا كان هناك من شك في كفره ما عداوته له ومقته له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده فكيف بمن أحبه فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك وقد قال تعالى وقالوا إن التبعي الهدى معك نتخطف من أرضنا فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين في العمل ومعادة المشركين بالخوف على أهله وعياله فكيف بمن اعتذر عن ذلك بتحصيل التجارة ولكن الأمر كما تقدم عن عمر إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فلهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه آشر وأفسد من الذين قالوا إن التبعي الهدى معك نتخطف من أرضنا ومع هذا فكلام هؤلاء الكفار نفاق وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضارلون مضلون وأن عبدة الأوثان أهل الحق الصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه بيده ويقول بيني وبينكم التحاكم إلى أهل هذه الأقطار ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فكيف يصفهم أيضا بالشرك ومخالطتهم للحاجة وما أحسن قول أصدق القائلين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك وبل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج فرحم الله امرأى النظر من نفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله ببعادات من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله وعلم بما حكم محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب وغيره لما حرقهم بالنار مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالحريق والله الموفق وقال أبو العباس ابن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر أحوال بعض أئمتهم قال وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينهى عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعا فتدبر هذا فإنه نافع جدا ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويجبون التوحيد وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وهذا شيء لا يعرفونه فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة بل لا بد أن يعبد الله ويتخذ إلها دون ما سواه وهو معنى قوله لا إله إلا الله انتهى كلام الشيخ فتأمل رحمك الله هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشاهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل وقال بلسانه ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبة كما هو حال المنافقين الذين هم بين أظهرنا وإما إيثارا لدنيا مثل تجارة وغيرها فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه كما قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية وقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ونشهد أن رسوله ونشهد أن المخالف لهم باطل وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصير وأعظم من هذا وأطمت أن بعض أهل حريملة ومن وراءهم يصرحون بمحبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر الناس واستدلون بالكفرة على حسن ما هم عليه من الدين ويفعلون ويقولون ما هو أكبر من الردة وأفحش منها فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا جادل الملحد عنهم وقال إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب لدين الله وبقاء العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان والله المستعن وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر ما نعزك والصحابة لا يقولون هل أنت مقر بوجوبها أو جاحل لها هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب وقد رؤي أن طوائف كانوا يقرون بالوجوب لكن باخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعا أهل الردة وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبتهم الله عند قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره فنعظرهم حتى رجعوا إلى قوله وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم انتهى فتأمل كلامه في تكفير معين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبي حرينه وأولاده عند منع الزكاة فهذا الذي ينسبون عنه أعداء الدين عدم تكفير معين قال رحمه الله بعد ذلك وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة انتهى كلامه ومن أعظم ما يجل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عند من قصده اتباع الحق اجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي ذراريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين فهذه أول واقع وقع في الإسلام على هذا النوع أعني المدعين للإسلام وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزة انتهى كلامه والمراد منه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع وقال ابن القيم في إغاثة اللهثان في إنكار تعظيم القبور وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض أولاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في عبادة الأصنام وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد فقد رأيت ما قال فيه بعينه فكيف ينكر تكثير المعين وأما كلام أتباع سائر الأئمة في التكفير فنذكر منه قليلا من كثير فأما الحنفية فكلامهم إن النذر من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان الرد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب والفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعا لوجوه منها وظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع القول إنه يقع من أكثر العوام وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع الفقراء وصورته قال هذا حرام بالإجماع وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هذا كافر ولما علم أن حرمته بالإجماع لازم أن يكفر مستحله فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير كثير وقال أبو العباس رحمه الله حدثني الخضيري عن والده الشيخ الخضيري إمام الحنفية في زمانه قال كان فقهاء بخار يقولون في ابن سينة كان كافراً ذكياً فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخار إنهم يقولون في ابن سينة وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس وقد ذكر القاضي عياط في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفاً ومما ذكروا أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينهما وأما الشافئية فقال صاحب الروض رحمه الله إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر وقال أيضا من شك في كفر طائفة بن عربي فهو كافر وكل هذا دون ما نحن فيه وقال ابن حجر في شرح الأربعين في الكلام على حديث بن عباس إذا سألت فاسأل الله ما معناه إنه من دعا غير الله فهو كافر وصنف في هذا النوع كتاباً مستقلاً سماه الإعلام بقواطع الإسلام ذكر فيه أنواعاً كثيرة من الأقوال والأعمال كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين وغالبها لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه وبهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل انتهت هذه المادة ولكم تحيات أخوانكم في شبكة بالألوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر